سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة خلينا كده نتشجع بكلام الكتاب على لسان الرسول بوليس لما بيقول لذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارجي يفنى فالداخلي فالداخل يتجدد كل يوم لأن خفد ديقاتنا الوقتية الديئة الوقتية اللي احنا بنمر بها تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن كل الأشياء التي ترى وقتية أما الأشياء التي لا ترى فأبدي أنا بصلي النهاردة إنه في أي ديقة أنت فيها وأنت فيها تكون عينيكم على الله بصلي إنه في اسم يسوع المسيح عينك متعلقة على يسوع أيا كان الاتهاد اللي أنت بتمر بيه أو الألم اللي بتمر بيه أو العوز اللي بتمر بيه يسوع عنده إجابة لكل ألم بتمر بيه بصلي إنكم تشعروا بحضور الرب وتتشجعوا بحضور الرب النهاردة وإننا النهاردة من خلال الكلمة اللي الرب أعطاها نتشجع ونتقدم وننمو أكثر في معرفة الله الحقيقي قبل ما نبتدي حلقة النهاردة حابة إن إحنا نشوف مع بعض إعلان الاحتفال بعيد قناة الحياة العشرين الجمعة القادمة هنكون معاكم على الهوى لمدة أربع ساعات ساعتين وساعتين وهيكون على يعني مر النهار هنكون على الهوى معاكم أنا والدكتور أشرف والأخ وحيد والأخ ناصر وهنحتفل معاكم ونشارك معاكم كل الذكريات الحلوة والقادم أيضا فيما صنع الرب من خلال عمل قناة الحياة في العشرين سنة الماضية أنتوا جزء من هذا الاحتفال فمهم قوي إنكم تروحوا كده على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وتحطوا نوتيفيكيشن وتعملوا فالو علشان خاطر يجي لكم إعلان الاحتفال وتوقيت الهوى في الوقت المناسب لكن في اليوم ده أيضا إحنا خصصناه إنه اليوم كله هيكون اختبارات واختبارات جديدة واختبارات قصيارة واختبارات طويلة فما يفوتكوش اليوم ده حيكون يوم مبارك جدا وإحنا سعداء إن إحنا نتشارك فيه معاكم خلينا نشوف إعلان الاحتفال قناة الحياة تحتفل بمرور عشرين عاما على بدايتها ترقب البثة الخاصة في الأول من سبتمبر 2023 ابتداء من الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وعلى مدار الأربعة وعشرين ساعة سيتضمن هذا اليوم بث النباشر وخاص بحضور مقدمين برامج قناة الحياة الذين سيشاركوننا تجاربهم وشهاداتهم عن أعمال الله العظيمة من خلال مسيرتهم في قناة الحياة وسيتم كذلك بث اختبارات لمسلمين آمنوا بالمسيح من خلفيات سنية وشيعية واختبارات ليهود آمنوا بالمسيح المنتظر مع عرض ترانيم التسبيح والشكر بلغات مختلفة كما سيسعدنا استقبال مشاركاتكم ورسائلكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتظرونا إذن يوم الجمعة الأول من سبتمبر بدءا من الخامسة مساء بتوقيت القاهرة أمين هيكون يوم مبارك بشترككم معنا أيضا في اسم يسوع الجمعة القادمة حيكون بداية البث المباشر خليني بقى أروح لعنوان حلقة النهار ده الحلقة عنوانها فنمتحن كما بنار والعنوان ده الحقيقة هو النص التاني من الجملة مش الجملة كلها لكنه الحقيقة صورة ذهنية ربنا الدهالي كده وأنا بفكر في الحلقة وببص للي بيحصل حوالينا هشرح لكم بعد شوية ليه الجملة حقيقة لازم تكون حاجة زي كده مثلا هقول لكم اللي كان في الزهن ييه عندما نخلط بين النور والظلمة العالم والله نفتح الأبواب لإبليس فنمتحن كما بنار نمتحن من إبليس كما بنار يضعنا إبليس تحت المجهر بقى لإنه في باب تفتح أنت بتخلط بين العالم والله لإنك عينك على حاجة في العالم أنت بتخلط بين النور والظلمة والخطيئة في حياتك ونور المسيح وما بتتوبش بسرعة وما بتصلحش أمورك بسرعة مع الله إذن فتحنا باب لإبليس فنمتحن كما بنار الحياة مع المسيح مش صورة خارجية مش اللي بنلبسه أو أسماءنا المسيحية مثلا مش عشان أنت جرجس وبولس يبقى أنت رايح السماء لا اللي عايش مع المسيح من يقبل المسيح قبول شخصي من يعرف أنه للمسيح اللي عايش الحياة اللي بتنطق بيسوع بنقع ونقوم ونضعف وكل حاجة وننكسر وكل حاجة لكن لكن مركز حياتك لازم يكون المسيح المسيح مش لبس مش اسم المسيح مش طواقف دينية لكنها حياة اختيارية في كل لحظة في حياتك تختار أنك تستثمر تستثمر كل لحظة في معرفة الله أقرب وأفضل ويعني ده يتطلب أننا نترك الكثير إغراءات العالم التشبه بالعالم الكتاب بيكلمنا في المواضيع دي في أماكن كتيرة في الكتاب المقدس أننا نغير أزهاننا ولا نشاكل العالم ونبقى شبه المسيح يعني إيه نبقى شبه المسيح يعني تبقى أفكارنا اختياراتنا طريقة تفكيرنا كلها مرتبطة بشخص الرب يسوع فتستقيم الحياة حتى مع الصعوبات أننا لا نميل للشكل العالمي المقبول مثلا أو أنت مثلا عايش في العالم الإسلامي فلا تميل لأنك تتكلم زي اللي حواليك أو تتعامل زي اللي حواليك كتير في حلقات المرأة المسلمة قلت أنه هناك أزواج مسيحيين بيعملوا زوجتهم المسيحية زي الراجل المسلم ما بيعمل مراته بالزبط ليه؟ لأنه تشبع بالثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي ومنظور الله ومنظوره لأفكار الله يعني اتشبع بالفكر الإسلامي فلخبطنا الدنيا لخبطنا الدنيا لأنه هناك فرق في الفكر ده فكر من عند الله بيقولك تحب بيقولك تعطي بيقولك تبذل وده من الناحية التانية فكر بيقولك ما لنفسي السلطان القوامة فبقى بعض المسيحيين تحس أنه عندهم قوامة برضو مش شركة الله بيقول شركة في أدوار بس في شركة مثلا مثلا فما تخليش عدو الخير يلخبط أفكارك ما تخليش عدو الخير يخذك في مكان ربنا مش عايزك فيه عدو الخير هو عدو الله عدو المسيح الشيطان نفسه ده أما بنقول كده عدو الخير يعني ساعات أقولكم اللي أنا كنت فهمها الأول لما أقول عدو الخير يبقى عدو الخير بتاعي يعني اللي هو مش عايز لي خير هو صحيح مش عايز لي خير بس هو عايز يخطفني من إيد الله لكنه غير قادر لأنه المسيح قال ما حدش يقدر يخطفهم من إيدي فأنت في إيد الله ولا بتعرج بين الفريقين وساعات تبقى في إيد الله وساعات تبقى عايز تبقى شوية كده الناحية دي ما ينفعش تعمل كده بنفتح باب للظلمة تدخل حياتنا فعدو الخير هو عدو المسيح الشيطان يعادي المسيح فيبقى عايز يغير مصر حياتنا لأنه عارف أنه إحنا غالين على قلبه لأنه عارف أنه من أجل خلاصنا المسيح جه علشان إحنا نخلص فما تخليش خلاصك يكون كما بنار زي ما بيقول الكتاب زي ما قلت عدو الخير هو عدو الله هو الشيطان بيتعامل مع من يعرف إنهم ليسوا خاصته ويعمل على إبقاء الناس اللي هما في إيده في قبضته فبيعرف إزاي الناس اللي هو عارف أنه بيتعامل معهم وعارف أنهم يعني ما يعرفوش الله الحقيقي هو مش برضو مش سايبهم هو عايز يبقيهم فيبقيهم إزاي ممكن بتجارب ممكن بالأفكار الكاذبة عن شخص الله هناك أمور وطرق كثيرة جدا هنشوف حاجة منها دلوقتي والأشخاص اللي هو عارف إنه مش في إيده بيحاول بقى يدخلنا في تجارب كثيرة من الألم والامتحانات كلها نار حالقة ومش هزار عندما يجرب الشيطان عندما يشتكي عليك الشيطان مش هزار لكن حمايتك الوحيدة هي إنك تكون عارف لإني عارف بمن أمنت عارف قوة الله اللي تنقذك اقتراب الشيطان من أبناء الله يختلف عن اقترابه من الناس البعاد الناس البعاد عنده مجال يقول أي حاجة يصدقوها يديهم أي حاجة تغريهم لكن إحنا عندنا حماية ساعات إنساننا الداخلي اللي هو بقى الإنسان الإنسان الطبيعي مش إنسان الله ساعات كده يروح صاحي ويسمع شوية للشيطان أو الإنسان العتيق المفروض إن الإنسان العتيق ده يكون مات اوعى تخلي يصحى في حياتك فيترك مجال للشيطان دي طريقة الشيطان لازم نكون وعيين يعني في جملة كررتها كتير وهكررها لكم النهار ده ما ينفعش تدخل في حرب مع عدو الخير مع الشيطان مع السلاطين الشر الروحية ما ينفعش تدخل في حرب معهم وهم حطين جواك نقطة من الشر نقطة من الشهوة نقطة من الأغراض الشخصية نقطة من إنك يكون كده عندك شوية إنسانك العتيق لسه يعني بيفلفص ما ينفعش مش هتكسب فما ينفعش تاخد أرض من العدو لو كان العدو واخد أرضية في قلبك ما ينفعش مش هتكسب الحرب لازم كلك تبقى للمسيح فاكرين الحلقة اللي فاتت قلنا إنه المسيح يريدك كلك حتى لا يكون للعدو مجال يقدر يكسب فيه أرضية منك الناس اللي في قبضة الشيطان هم داخل الدائرة داخل دائرة النار أنا شفت كده زي فعلا دائرة نار محيطة بالناس دي أما أبناء الله الصالحين المميزين فلهم طريق غير الطريق الشيطاني ده لكن هل يجربهم الشيطان آه يجرب الشيطان آه يمتحن الشيطان بس تحس كده أنه يعني يروح مولع نار هنا كده عشان حتة بيقولوا عليها بوش فاير يعني حاجة يولع كده في شوية عشبة علشان خاطر ايه يقولك بص الحتة دي انت لا لازم تروح تشوف ترضي الجزء ده من رغباتك الشخصية هنا فعندك اختيار تروح ولا ما تروحش ايه اللي يخلينا نروح وايه اللي ما يخلينا ما نروحش في خبر الأسبوع النهاردة حنشوف أمثلة لعمل الشيطان والضياع الفكري والإنساني والروحي خلينا نشوف المتاهة اللي بيضع الشيطان فيها ناس شكلهم انهم عايزين يعرفوا الله الحقيقي وممكن في قلوبهم بكل أمان يكونوا عايزين يعرفوا الله الحقيقي بس المعرفة اللي أحطهم بيها الله هي يعني المعرفة اللي أحطهم بيها الشيطان يعني مشتتة أفكارهم خلينا نشوف السلايد اللي جاي الأستاذة باسمة وهبة من من أسبوعين ثلاثة ولا حاجة زي كده نزلت البوست ده وبتقول أيها الحجاب اشتقتوا إليك طبعا يعني على طول يجي في بالك علمني ألا أشتقوا الأغنية المشهولة ودلوقتي انتوا كلكوا هتعودوا تغنوا الأغنية دي لكن مش ده هدفي بكل احترام أولا في نقطتين همين بالنسبة للأستاذة باسمة وهبة أنا بكلمها بكل احترام وبتكلم عنها بكل احترام أستاذة باسمة وهبة اتعردت يعني مواقف صعبة بسبب خلعها الحجاب في الحلقة اللي كانت بتتكلم فيها مع الشيوخ اللي كانوا بيتكلموا على الإماء فاكرين طبعا الحلقات الشهيرة اللي اتعاملت على حوار الحق وأبونا زكريا والكلام ده كله يعني دي ذكرى مرسومة في التاريخ يعني ما ينفعش محدش يفتكرها فكان فيه كلام كتير عليها إنها قلعت الحجاب بسبب الناس دي هي من الأول ما كانتش عايزة يعني ما هياش مقتنعة بالحجاب ما هياش حاسة بيه لكن في اليوم ده كان فيه موقف فاصل في حياتها هي شافت قبح الإسلام ولكن هي بصت على إنه ده قبح الشيوخ الحجاب كان وقتها ده فرصة تخلع الحجاب وتعيش حياتها بطريقة مختلفة ولا بعدت بقى عن الإسلام في الوقت ده ولا لكنها تعرضت للتهاد برضو كلام بسبب خلعها الحجاب وبسبب إن احنا أخذنا الموقف ده واتكلمنا عليه وكذا مرة في برامجنا كلها لكن دايما الناس كانت بتقول لها أنت ما بتلبسيش الحجاب ليه ومش هترجع الحجاب ليه وهي كانت دايما تقول يعني مش في قدرتي أنا يعني عايز عمل كده بس ما أقدرش ومش عارف إيه ما همنيش بقى هي مقتنعة أولا مش مقتنعة أنا نقطتي هنا إن الأستاذة باسمة كانت تعرضت لموقف يفتح عانيها على هي المفروض تتبع مين المفروض تبحث عن الله إزاي ومفيش أبدا يعني كم البرامج اللي اتعملت على فتح الأفكار الإسلامية السامة اللي لا يمكن تشير إلى إله حقيقي اللي عملناها في الوقت ده وإلى الآن لمدة عشرين سنة بنعمل نفس الحكاية كان لازم تكون وقفة في حياة هذه السيدة لأنها كانت مشتركة في هذا الأمر من غير ما تشعر فأنا بشوف أن دي كانت وقفة من عند ربنا عشان يقول يا بنتي أنت في المكان الغلط دي كانت وقفة من عند ربنا عشان يقول افتح عينيك أنا مش عايزك تبقي موطية ومغطية شعرك وحاسة أنك خجلانة عمل حاجة ربنا مش هيبالك بيها لا ربنا عايز قلبك مش شكلك ولا لبسك الله لا يرى ملابس الشخص ولكنه يرى قلوب الأشخاص للأسف أنه يعني واضح أنها طبعا مرت بظروف صحية أليمة ومرت باتهدات أليمة وكل ده وواضح أنها عندها اشتياق إلى معرفة الله لكن بدل من نروح لمعرفة الله ببحث وفهم وصلاة نروح له بقى ايه بدروش أشوف الصيد اللي جاي ده الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا دول كانوا يعني حاجة عجيبة كل شوية نشوفها لفة رأسها بحاجة ولا حتى حاجة على شعرها وبتعمل حاجة فيها يعني الشكل الصوفي شوية فالصورة دي مع المنشد الديني منصور زعيطر وبقى في حوار بينهم بقى حلقة كلها إنشاد ديني وحوار بينهم فهي كانت بتقول بقى وهي بتقدم الحلقة إنها حفظة إنشاد ديني وبتشغلوا في البيت على طول حلو عندك اشتياق لمعرفة الله لكن بتسمعي اللي بيتقال فهمة اللي بيتقال مش بتكلم للأستاذ بس بس أنا بتكلم للكل إنت يلي قاعد بتسمع الإنشاد الديني فهم اللي بيتقال بتعمل حديث معه بتقوله حكينا كده عن الرسول وقصته مع الحسين هل تعلمي أو هل قرأتي عن القصص الحقيقية المذكورة عن تعاملات محمد الغير لطيفة مع الحسن والحسين مش هتكلم بالحاجات دي عملنا عليها حلقات زمن مش عايز أقول كده لكنها يعني ما كانتش أبدا بتقول إن دي تعاملات الرسول مع طفل يعني anyway وبعين بتقوله إيه تصور يعني أنا أنا بحب زول الحسين جدا تصور إن الواحد لما يزول الحسين ما زال لحد النهاردة تشم ريحة مسك وانت داخل زي لحد دلوقتي فأنا أسفة هل حضرتك فاكرة إنه ريحة المسك دي طالعة من المدفن بتاع الحسين نفسه من رأس الحسين يعني مثلا ولا حضرتك مش عارفة إنه حضرتك مش عارفة إن ده يعني من الحاجات المعهودة يعني بتدخلي في الجوامع دي بتلاقي إنه بيحطين المسك والبخور والكلام ده كله محيط بالمقام اللي معمول يعني السيدة زينب ما فيهاش ريحة مسك لا فيها ريحة مسك برده فيه بخور وكل حاجة بس ده خلني آه فأقول يعني يعني روحانة الأمور لإنه ليس هناك شيء روحي حقيقي تقدري تستندي عليه إيه فايدة الحسين إيه فايدة إنك تعتمدي على شخص لإنه منتسب لشخص الرسول اللي إنتي معتقدة إنه هو من عند الله مع إن هذا الرسول نفسه لم يستطيع إنه ينقذ نفسه ما قريتيش حياته عشان تقدري تقول إنتي قريتي ما تريدي كلكم بتقروا ما تريدوا أن تعرفوا عن حياته وبعدين نعيش بقى بالأفكار يعني الشعبية أوكي فخلط ما بين الثقافة الإسلامية والأفكار الشعبية فريحة المسك دي ثقافة شعبية ماشي لكن لما تقوله بقى إيه إيه طب حكي لنا وبيعملوا إيه والسيدة زينب جنب الحسين وكده فتقوله هم طبعا أحياء يتزورون مش كده إنتي مصدقة إن الناس دي بيزوروا بعض وبيشربوا شاي وبيعملوا كوكيز لأي سبب يعني إيه الهدف الروحي اللي خلينا نعتقد إنه بعد الموت الناس هيتزوروا عشان يعملوا إيه في عالم تحت العالم ولا فوق العالم مش عارف ده بيحصل ليه لأننا مش فاهمين مقاصد الله من خليقة الإنسان إحنا لنا حياة مع الله مش مع بعض يعني إحنا مش هنعود بقى نعمل بطلق بارتي مع بعض لأ إحنا هنعيش مع المسيح لنا حياة مع الله ملهاش دعو بالجسد لا فيه شاي ولا فيه كوكيز ولا حاجة زي كده إزاي ده يبقى حاجة مقبولة عقليا وإيه الهدف منها نسأل الأسئلة دي إيه الهدف منها هي دي بقى المغارز الشيطانية اللي الشيطان بيرحطت حواليكه دايرة كده من النار وإنتي مش عارفة إنتي مش حسة حتى إنك فيها إلى أن يفتح عينيك الرب وعينك الرب الشيطان بيضعك في هذه الدائرة من الدروشة والأفكار العجيبة دي علشان يبعد هناك عن الحق الإلهي الحق الإلهي وأكذيب الشيطان اللي اتنين لازم يبقى واضحين أمامك إنسانيا دا غير مقبول يعني ما تعودي تناجي الناس اللي انت بتتكلمي عنهم مثلا أو كلكم بقى يعني أنا قلتلكم زمان كانت أمي دايما تروح تزور المشايخ وأنا كنت وراح الحسين والسيدة زينب برضو والكلام دا ونزور ونحط دينا على البتاع دا ونقرأ الفاتحة وكل حاجة ما كانش فيه ما كانش فيه أي حاجة بتحصل لكن إيه يعني أنت فاكر إنه مناجات الناس دي هتعمل إيه في حياتك فبتقوله يعني هؤلاء بضعة من محمد طب وإيه يعني بضعة من محمد محمد لو كان عنده رسالة من الله وده طبعا مش حقيقي ومفهوم من الرسائل اللي قدمها إنها غير متصلة بالله الحقيقي يا عبد لكن إن كان شخص عنده رسالة من الله أولاده إيه أهميتهم في الموضوع الملك داود كان في أولاده سليمان مثلا وكان في أولاده أو معظم أولاده يعني كانوا عندهم مشاكل عائلية ونفسية وكل حاجة زي كل أبشلهم حربوا ابنه والكثير من الناس اللي ربنا داهم استخدمهم في رسالة هو هو فقط فم مستخدم برسالة ما سمعناش حاجة عن أولاد موسى مثلا يعني فيه ذكر بسيط ولكن ليس للشخص ولكن لعمل ما حدث بتجيبوا الكلام دا منين خلينا نفهم خلينا نقرأ التاريخ نقرأ التاريخ دي مهم مقاوي في حاجة تانية الانشاد الديني بقى فيعني أنا أفهم انحنا ممكن مثلا يعودوا ينشدوا عن حاجة في حق الله مثلا لكن بقى الانشاد الديني اللي مرتكز على محمد كنت حابة حطي لكم الانشاد عشان تشوفوا شكله ايه فيه اغنية ولا مش عارفة بيقولوا عليها ايه من الحاجات اللي قدمها اسمها أنا تعبان ودوايا النبي ازاي يعني ايه كيف يداويك محمد بعد موته طبعا زعيتر ده بيقول انه هو صاحي ويستقبل صلواتنا ويستقبل انت بتتكلم على مين كيف لا نرى ان ده شرك بالله وان ده تقليل لشخص لا يستحق هذا مفيش حاجة اسمها يعني مفيش شخص يستحق التقليل لكنه شخص كان في حياته شر كبير وحتى يعني ابناءه واحفاده وامراطاته وكله تركه شر شر كبير برضو هنشوف ازاي خليني بس اقولكو الكلام اللي تقال في الاغنية دي انا عطشان يسقيني النبي هيسقيك ازاي برضو معرفش انا غلطان وصوابي النبي انت بتتكلم عن مين انا عيان انا هيمان وكده ماين يقولك ايه انا بردان اه صح بيقول بيقول ايه انا مكسور يجبرني النبي ايه في حياة محمد يخليك تقول انه ده شخص يستطيع انه يكون مثل لك فمثلا عنده حاجة عملها في حياته تخليك تبقى مثلا قلبك يرضى انا فشان ما مكسور هيجبرك ازاي كيف اتعامل معك عمل مباشر فيجبرك واني يقولك انا مفضوح وسطري النبي فينا روح من غير النبي انا مغلوب ونصير النبي ايه الكلام ده انا معيوب وجمالي النبي كلام كلام درواشة بلا دليل تخدير روحي ازاي يربطك كل ده بالله ايه اللي اتعرفه عن هذا الرجل محمد وما هو سلطانه اذا كان هو نفسه لم يعرف مصيره لانه لم يكن صاحب رسالة ولانه كان كسبة كبيرة كل ما استلم محمد كان من ابليس ليبعدك عن الله الحقيقي واذا ما كانش ده تقليه لبشر فماذا يكون حد يقول لي الترانيم الروحية اللي احنا بنتعلمها في او بنرنمها لان الترانيم لا تعلم هي الترانيم تتعاش هي خبرة حياتية مع الله يعني كاتب الترانيمة بيكون عاش خبرة حياتية مع الله او كلام كتابي اثر فيه وان لم تكن الترنيمة اللي تكتب مرتبطة ارتباط مباشر بتعليم كتابي صحيح لا ترنم ما يصحش ممكن تتكلم عن مشاعرك عن الله او حاجة ربنا عملها في حياتك او قلم ربنا شافاك منه وتشكره وتعظمه وتقدسه وكل ده لكن تكتب حاجة مخالفة عن شيء كتابي ما ينفعش فهي خبرة حياتية مع الله وكلام كتابي لكن لو كتبت الانشيد الدينية حسب القرآن هيكون شكلها ايه انا سايفو الله المسلول بقى واعدوا لهم مستطعتم وعارفين بقى فاكرين درواش الداعش دي الترانيم بتاعة الداعش بتاعة نحن جيوش مش عارف ايه ونأتي هنعمل ايه والكلام ده كله لو كتبت حسب القرآن الانشيد الدينية مش حسب افكارك انت مش عشان انت راجل عايز تشوف الله بشكل معين وتتأمل في النبي بشكل معين وتقعد يعني طول ما هي قاعدة مثلا في البتاعة دي عمالة بتهز رأسها كده وكده وهيمانة في جمال النبي ماذا استفدتي لانك انت وانت بتتبعه شخص انتو مش عارفينه شوفوا بقى بعد كده انا يعني يعني مندهشة جدا من السلسلة بتاعة الايام اللي فاتت دي الاسرار الاستاذة بسمع على الشكل المدروش ده شوفوا السلايدة اللي بعد كده ده لقاء مع احمد البصيلي بيتغزل ويتجمل في الحسين برضو حتى الحجاب اياه ولا ده مش حجاب طبعا يعني ده لا يمكن يقال عليه حجاب بس هي الفكرة في الشكل المتجه شوية لحتة الحجاب لكن كمان الكلام مش عن شخص الله برضو بيتجمله ويتكلمه عن الحد من آل بيت الله اللي هو آل بيت الرسول مش كده ايه الفايدة ايه الفايدة تعرفي عنهم ايه تعرف عنهم ايه الحقيقة فين شوف اللي بعد كده الحلقة دي بقى كانت حاجة تانية في حب السيدة نفيسة وقال البيت الطيبين خليني اقرلكم حاجة من كتاب الفتنة الكبرى طبعا اتمنى الاستاذة باسمة تاخد وقت في انها تقرأ كتاب الفتنة الكبرى لطا حسين بيقول كده تولى الامام علي ابن ابي طالب الخلافة في الظروف استثنائية حيث كانت الفتنة تعصف ببلاد الاسلام وقد سأل على وقد سأل على ارضها دم خليفتها وكان امام علي الكثير من المهام الجسام التي لا تحتمل التأجيل ومن اخطرها القصاص من قتلة عثمان غير ان الامام علي كان يرى ضرورة الانتظار ريثما يحكم سيطرته على الدولة اما معاوية ابن ابي سفيان ومن شايعه فارادوا القصاص السريع وذلك كان رأس الفتنة التي راح ضحياتها خيرة المسلمين وتحول بها نظام الحكم من الشورى الى الوراثة وظهر الشيعة انصار علي ابن ابي طالب والخوارج معارضوا كاحزاب سياسية قبل ان تتخذ مسحة اجتماعية ودينية لكن النتيجة الاكثر الاما هي ان كثيرا من النكبات التي تعصف اليوم بالمسلمين تعود جذورها الى تلك الفتنة التي ما زالت جذوتها متقدة حتى اليوم كلمة دين المسلمين اسمعوا كويس انظروا كيف يحيطكم الشيطان بسياج من نار الاكاذيب والدراما لربط افكاركم وقلوبكم بيه لانه يريد ان يمجد نفسه ويريد هلاكك التواصل مع الله مباشر مش محتاج بشر وخاصة ان كان تاريخه وتاريخ زوريته كما نعرفه اليوم استاذة باسمعوا من كل قلبي اتمنى انك تعرفي الله المحب الحقيقي انت ست قلبك طيب بصلي انك تبحسي وانك ما تتحذبيش وانك ما ما تعيشيش بافكار الماضي اللي تشربت بيها من غير فعل بصلي في اسم يسوع ان المسيح يزورك شخصيا امين خليني اخذ المكالمة اللي معنا اخت فريال اهلا بيك يا حبيبتي زيك اخت فريال نشكر الرب عزيزتي اخت اماني السلام نعمة المسيح معاك عزيزتي وانا اصلي انه قناة الحياة الرب تستمر في نشر محبة رسالة المسيح بالمحبة وغفرانه وصلاحه لخلاص النفوس في اسم اصلي انه تستمر لحين مجيء الرب يسوع المسيح له كل المسيح ويأخذ كنيسته واحنا صلاتنا يوميا الكم انا وزوجي شكرا لك نشكر الرب عليكم نشكر الرب عليكم وحشتيني يا فريال انت بقالك كتير ما تكلمتيش بتوحشيني حبيبتي قال لي وانا كذلك تعرفين ليش بهذا الوقت احنا دراسة الكتاب المقدس ده احلى حاجة دي حاجة بتسعدني جدا ربنا يخليكي نشكر الرب معانا عابري نشكر الرب عاللويا عاللويا نشكر الرب نعم شكرا لرب هذا ما اقدر والرب يبارككي لكن انا اشكي على اليوتيوب يعني اعادة البرنامج شكرا لك حبيبتي اختي اماني فضل ذكرت بداية الحلقة انه المسيحي من هو المسيحي الحقيقة مثل ما اتفضلت انه المسيحي الحقيقي هو ليس مسيحي بطائفته او بالكنيسة او انتماؤه لعائلة مسيحية او والدي او قريبي هو مثلا قسيس او مطران طبعا الكل على راسي لكن المسيحي الحقيقي هو اللي يتفك اللي ثبت في المسيح يعني هو والمسيح صار واحد المسيحي حي فيه مثل ما انقول المسيح حي فيه اللي عنده الرب يسوع فمه الطاهر قال الذي عنده وصاياي ويحفظها ما هو الذي يحبني والذي يحبني يحبه وابي وانا احبه واضغر له ذاتي يحبه وصاياي وطبعا مو مثل المراكة اخوتنا البلسلمين لكن نطبق وصاياه صدقيني اخوة اماني ومن حضرتك انا واضغة ومتأكدة المسيحي الحقيقي يكره الخطيئة يكره الخطيئة طبعا صح احيانا نضعف نخطى لكن نكره الخطيئة يعني انا قبل ما اصبحت كنت متدينة ولكن الرب لمسي وكنت اعمى والان ابصر كنت انا ما افوت اي مسلسلة لكن هسا صدقيني ما في بيتنا غير بس القنوات المسيحية نشوفها والتغانين حتى اكره المسلسلات ولا احب اشوفها هذه ابصد مثل فالرب يسوع يغير يغير ويصبح الانسان خليقة جديدة اما بالنسبة الاخت بسمة والتي صلاتك الرب يستجيب يسمع صلاتك لها ولي كل الاخوة المسلمين بس اقل اقل لي يا اختي بسمة كيف تضعي الرسول مات هو ميت ميت الميت ماذا يستطيع ان يفعل لك هو قال له انك ميت وانهم لميتون مش كده بالضبط مثل ما قال واحد اخ مسلم مات اين ذهب قال ذهب مع حبيبه مع الرسول يعني مفهوم وين لكن يا اختي اتبعي الى حي الرب يستوع المسيح قال اني انا حي فانتم ستحيون انا هو القيامة والحياة من امن بي وان مات فسيحي امين اصطبيك دياء كمخلص لك قبل ما تقفين امامك دياء والله لا يشوفك هذاك اليوم ويسلي من اجل كل الاخوة المسلمين الله امين يا فريال امين يا حبيب امين شكرا حبيب ويحفظك شكرا حبيب ربنا معك شركي اوكي مع السلام اوكي خليني اكمل في عندي خبر تاني قبل ما اتكلم في صلب موضوع الحلقة انا عارفة حاب اكمل في حلقة تانية لكن فاكرين لما تكلمنا في المندوب اي لو في صورة تانية حطها انا اعتقد خلصنا من شوية كنت بعمل اوكي معلش وقفولي دياء واحدة اوكي ام الفيديو اللي هتشوفوه دا هو متابعة اللي حطته لكم من اسبوعين تقريبا لما واحدة بتحكي قصتها مع المندوب الامين اللي قالها انت هتلبسي دا جوه ولا بره وحرام وحلال وهي منقبة ومش عارف ايه وقلنا انه بقى ايه يعني الناس كلها بقت فرحانة اوي بالمندوب الامين دا وقلتلكم انه دي هتبقى ترند اوكي شوفوا بقى الست دي اللي حصل معها والتطاول والتعالي من المسلمين اللي يستخدم في السيطرة على المجتمع بصورة تانية الاول كان الحجاب فاكرين الحجاب والنقاب وتلبسي وتقلعي ومش عارف ايه دلوقتي بقى هندخل جوه بيوتكو وجوه الحاجات اللي انتو بتلبسوها جوه بيوتكو انا من حق اقولك تلبس ايه وما تلبسش ايه حتى جوه البيت تفضل من شوية كنت بعمل اردر هوم وير والله جد حرق دامي منه لله كنت بعمل اردر هوم وير وبعد ما اتفقت وزبطت كل حاجة لبسة ديت لبس في البيت وده هوم وير وعشان احنا مسلمين وعشان احنا مش عارفة محترمين والحاجات دي هنأخذ عليها زنوب وبعتلي مش عارفة يعني انا كنت فكرها نصيحة يعني انا كنت فكرها نصيحة وبعتلي في الاخر بقى ايه الاكيد انها مش نصيحة كتبلي تمام وعمل اعلم استفهام فرابت له هو ابعيد عن ان انا لبسة حجاب وباين في الصورة بتاعت المسنجر انا مش ببرق زمتي قدام ربنا ومعنى كلامه يعني دي مش نصيحة وانا لو شاكك واحد في المية ان انت هتلبسيها برا البيت انا مش هبعطها اصلا حتى لو القرد الوسلك عند البيت المفروض انكم تعملوا مؤطعة خلاص كفاية تعملوا مؤطعة للناس اللي بالشكل ده وانه الست دي هي ردت عليه كويس وقيت له ده مش من حقك وكل حاجة بس ايه هو مش من حقه اجتماعيا وانسانيا والعرف والمتعرف بيه لكن هو من حقه دينيا بقى ايه رأيك هو من حقه لانه عايز يحمي نفسه مش هيشيل زنبك بس انت عندك اله بيشيل اي حد زنب فدي المشكلة انت تاخد حبة وهي تاخد حبة وكل واحد بقى ايه ياخد الزنوب بتتوزع فكل واحد عايز يخلص زمته انا عايز اخلص زمتي منك وبعدين انا بقى حقوقومك من رأى منكم منكرا فيقوموا بقى ايه بايدك بلسانك باي حاجة لازم تعمل تقويم فبقيتوا كلكم اوصياء على بعض انت في مسلمين عايشين في حلهم وفي مسلمين عايشين علشان خاطر يبقوا اوصياء على الغير لانه ده حقهم الالهي من عند الههم الفكر السيطرة ده فكر سيطاني اوكي وطبعا ياخد سواب عليه فخلينا نشوف الناس اللي موافقة والناس اللي معتردة اشوف الستايد اللي بعد كده بيقولك واحدة بتقول انه كان فيه منتدى خاص بالنساء اللي نيفتحها من عندي مش شايفة انا اسفة كان فيه منتدى خاص بالنساء وطاحوا النساء بمودة بمودة فشل يعني عايز تقول انه الستات طلعوا بقى بمودة جديدة لما تنزل طبخة تكتب في الآخر ما احلل اللي ما تستغفر طول ما هي بتطبخ وصفتي يعني مش من حقك تطبخي وصفتي اللي زي كنت هتستغفري طول بقى وانت قاعدة تحطي البصل تستغفري تحطي التوم تستغفري تحطي الصلصة والطاشة وتستغفري طول ما انت قاعدة وإلا ما عندكش حل الحل ورا بارك انا يعني بتعجب على المودة الاسلامية في السيطرة على الغير وبعدين بقى دي مش بس عايزة تسيطر لا دي هي عايزة تاخد حسنات بقى الله مش محتاج تاخدي حسنات من حد الله عايز يبارك قلبك بمعرفته فتعرفي ان المسألة لا حسنات ولا زيقات يا كلها تعتمد على غفران الله ليك في دم المسيح مفيش حد يقدر يزود حسناتك ولا ينقص حسناتك ولا ياخد حسناتك ولا تاخدي حسنات من حد ولا الكلام الفاضي ده الله يتعامل مع كل إنسان بنفسه عملك يمحص أمام الله من خلال معرفتك بالله ومن خلال قربك بالله أيوة هنسأل عن عمالنا ولكن هنسأل مش هنتحاسب بقى زي ونبقى للركب والعرق والكلام كلام الفاضي ده كله هذا ليس إله ولكنه مشهد من فيلم رعب ربنا يغير النفوس ويفتح عيونكم على الإله الحقيقي لازم نسأل بعض الأسئلة هنا مين الممتحن خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده مين الشخص خلص ده واحد بيقول من حق البيع إنه يقول طريقة استخدام المنتج والمحظور من استخدامه بيقولك كده لو بيع سكاكين وعارف إن حد يرتكب جريمة من حقه يبيعها ولا لأ ممكن يقول لأ مش عايزة بيعها في فرق يا أستاذ وكلام ده ما هوش حتى أصلا في القانون اللي عندوكم في البلاد العربية لكن في فرق مش من حق البيع إنه يدخل إنت بتشتري الحاجة ليه مدم عرضها للبيع ممكن يرفض خدمة حد لإنه لأي سبب بس يازم يعني طبعا بره غير عندنا لكن والبيع هيعرف منين أنت هتستخدم السكينة في إيه كل واحد رايح يشتري تقم سكاكين هيقوله أنت ناوي تتبع مراتك أنا عايزة أعرف ده بله بله ولكن الدفاع أعمى عن الدين خليني أروح للسلايد اللي بعد كده وهو فكرة الابتلاء والامتحان في فتوى الباز أنا حطيت الفتوى دي لإن أنا عايزة أقول في الآخر أن الممتحن والمبتلي هو إله الإسلام أنت تقدر تروح تقرأ الفتوى دي على الموقع بتاع الإمام الباز بيقول كده أنه الله بيبتلي واحد بيسأله يعني إذا بتولي أحد بمرض أو بلاء سيء في النفس أو المال فكيف يعرف أن ذلك الإبتلاء امتحان أو غضب من عند الله فبيمشي في الموضوع ويقوله بقى أن الله بيبتلي العباد عشان يخلص من بعض زنوبهم هنا وأنه الله بيمتحن العباد علشان يمتحن إيمانهم ولا برضو يخلص بعض الزنوب يشيل عنهم الزنوب أو يعني أمور أخرى فأنا عايزة تفهم أنه في الإسلام الممتحن والمبتلي هو الإله لكن أنا بتكلم عن الله الحقيقة في الكتاب المقدس ما بيعملش معنا كده الكتاب بيعلمنا أن إرادة الله صالحة لكي نفهمها يجب أن يحدث تغيير واختيار ثم اختبار في رمية 12 بيقول كده الكتاب لا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المردية الكاملة لازم تقدر يحصل جواك اختيار وتغيير حقيقي واختبار لإرادة الله الصالحة في حياتك لمعرفة الله فإرادة الله في حياتك صالحة ليك وهذه الإرادة صالحة ليك مش لنفسه يعني هو ربنا مش عايز حاجة ليه لكن هو عايز ليك أنت المهم إنك تعرف إن إرادة الله صالحة مردية كاملة ولك لك أنت وليس لنفسه مش زي إله الإسلام قاعد يقولك اعمل لي كذا اعبدني بالطريقة دي صليلي بالطريقة دي لا الله بيقولك أنا معاك عد للطريق اللي انت فيه أنا حشيلك أنا هفتح لك أبواب أنا عايزك تفكر بالطريقة دي أنا أعينك على التغلب على هذه المواقف لأنه معاك مش بيسيبك مش منفصل عنك إحنا في المسيح ليه بقى لأن الله لا يريدك أن تدخل في سياج النار الشيطاني في الأيام الأخيرة وصلني عدة رسائل عن موضوع أسلامة القبطيات طبعا شايفين على الميديا اللي بيحصل دلوقتي فيه نوعين من اللي بيحصل دفاع واتهامات ومقاسي عائلية وقصص فيها حقايق وأنصف حقايق من الناحية تاني أكي وبعدين دي يعني ده من الناحية المسيحية مثلا وعين قصص المسلمين بقى تكالب على إظهار الأعداد والقصص للنساء والبنات اللي أسلموا وغالبا معظمهم نساء أو بنات يعني الرجال حاجة نادرة قوي مش مهم يتكلموا عنها لأنه هم عايزين البنت اللي تفضح العيلة واللي تجيب اللي مش عارف إيه والكلام ده كل ودلوقتي مركزين شوية دا كاترة مش كده وبعدين بقى فيه تمدن بقى دلوقتي عندهم صورة جديدة يطلعوهم بوشهم مفيش بقى النقاب زي مكان وتغطية الوش والحجاب السود لا مكياج وبتزام عريزة المكياج بقى واللي ابتزام العريزة اللي على وشهم والكلام ده كله دا دا يقول بقى ان احنا يعني احنا ما يهمناش واحنا ما يهمناش العدد المسيحيين مثلا ممكن يقولك ايه لا احنا يعني وكل واحد حر وكل حاجة احنا ما يهمناش لكن برضو هم خطفوها هم عملوها مش عارف ايه والتاني رد يقولوا انتو مش عارف بيت شيطان والبنات اللي مش عارف ايه بتقولوا عليهم كلام وحش وكلام من ده ويعودوا بقى يشتموا في بعض انا هكون صريحة معكم جدا معظم الناس اللي بتتكلم في الموضوع ده بتتكلم عن قضايا حقيقية طبعا من ناحية المسيحية بتكلموا عن قضايا حقيقية بنت ممكن تكون فيه بنات كتير اتخطفوا ممكن اغراءات اخطاء ايا كان المهم ان البنت في خطر المهم ان الست في خطر المهم ان العيلة في خطر لاننا جنسين منفصلين خالص دي حياة ودي حياة دي حياة في النور ودي حياة في الظلمة التامة انا هقولكو رأيي الشخصي صحيح كل واحد حر وده اختيارك لكن احنا يهمنا وانا بصفة شخصية يهمني يهمني واتقلم عندما اسمع ان فيه بنت من ابناء الله خرجت راحت لطريق هي مش عارفاه لي اصدقاء صديقات لو ترجعوا لحلقة العسل المر تقدروا تسمعوا قصة احدى صديقاتي القريبات جدا لقلبي وشوفوا الالام اللي مرت فيها بس برضو فيه بركات من الله عندما نعود عندما نعود فلا انا بتقلم لخروجك عارفة ليه بتقلم لاني عارفة تماما انتوا رايحين فين في داخل الحلبة الشيطانية سياج من النار هيغلقها عليك الشيطان ليهمك انه لا امل ولا مخرج لكن انا بقولك انه في مخرج ومخرجك المسيح ولا تسكتي صوت روح الله اللي هيتكلم علشان يخرجك والوقت عمره ما بيتأخر على المسيح الوقت كله في ايد المسيح فلو لو بقلك عشرين سنة بعيد عن المسيح لو قلتله انا ليك يا رب اغفر لي يا يسوع الباب مفتوح في كل الوقت رسالة الله لكل بنت بتخرج في الطريق ده بيقولك الرب هي كلامه الكتابي ها انا ذا واقف على الباب واقرع انفتح ليه احد انتي يا بنتي اللي خرجتي من ايدي لو فتحتيلي هدخل وابقى معاك وتعشى معاك ونتكلم وننظف ونغير وديكي حياة من جديد الناس بتسألني نعمل ايه عايزين نغير الوضع ده عايزين نحمي ولادنا عايزين نحمي بنتنا انا هكمل الموضوع ده بعد مش الاسبوع اللي جاي بقى اللي بعده نتكلم فيه ازاي نغير من ايه انفسنا وازاي نحمي اولادنا وازاي نربي وازاي نتعامل مع المواقف المريرة دي شوفوا احنا ما نقدرش نسيطر على اختيارات اولادنا لكن انا اقدر اسيطر على اختياراتي انا على اللي انا علمته لهم وابقى عارفة انا فين اخفقت وانا فين نجحت واطلب من الله انه يعود اخفقاتي لانه هو الوحيد اللي يقدر يصلح اللي انا كسرته احنا كأباء وامهات كلنا احيانا ما بنكونش مثل جيد للمسيح في حياتنا السؤال اسأل نفسك انت كنت فين مثل غير جيد لولادك وتوب واطلب من الرب يغير ده واطلب من الرب يملى الفراغ اللي انت تركته الله الله لا يترك ابنائه ولا يترك نفسه بلا شاهد نصلح من انفسنا في سفر الملوك التاني اشعية النبي راح للملك حسقية برسالة من الله وقال له انت هتموت قال له كده اوصي بيتك وصي بيتك لانك ستموت حسقية كان مريض اللغة الانجليزية بتتكلم على اوصي بيتك دي على وصي بيتك يعني بتتكتب كده put your house in order رتب بيتك رتب بيتك يعني نظم الامور اللي انت لخبطتها شوف اللي جاي انت يعني الناس اللي انت سيمهم هم يتعاملوا مع اللي جاي ازاي وجه عين ابنائك للملك الحقيقي اوكي اين كانت رد الملك حسقية الملك حسقية طلب انه الله يدي له فرصة تانية فالله ادي له فرصة تانية وقال له طب انت هتعيش 15 سنة لما ربنا كان بيقول لحسقية رتب بيتك اوصي بيتك تفتكر كده انت كابن الله وانت كبنت الله لو ولادك متجمعين حواليك كده هتوصيهم بايه فلانة الفلانية تاخد حتة الارض دي والبدة الفلان الفلاني والختم بتاعي يروح لي مش عارف مين ولا هتوصي بناتك واولادك انه المراث الحقيقي هو المسيح المراث الحقيقي هو المسيح هنوصيهم بانه خلي عينك على المسيح اذا معلمناش اولادنا من الاول عينك على المسيح هنمتحن بنار تقترب حتى تأكل البركة انا بصلي انه الله يعينك ويعينك اليوم انكم تعرفوا انه الوصية الحقيقية والتعليم الحقيقي ان الله يكون مركز حياتك حسقية الملك بعد ما خد الشفاء كان فيه مرض بس المرض مش مرض الجسد لو كان عنده حاجة مجروحة وكانت حتموته حصل له شفاء لكن المرض الحقيقي هو مرض القلب حسقية حسقية الملك بعد الشفاء وبعد وعد الله بالحياة خان العهد مع الله غصب عنه عارفين ليه خالف وصية الله وتكبر كده ورى الناس الحاجات اللي هو يملوكها ونفسه كبرت كده شوية اظهر نفسه اكتر من ما كان المفروض انه يعمل فاتحاقب الله يعطينا فرصة ان احنا تبقى عنا عليه لكن ان لم ينتزع المرض الحقيقي اللي في حياة كل واحد مننا من الجدور من انه الله يتقول الله كده اكشف يا رب كل مرض جواه يمنعني عن اني اقترب منك يمنعني عن اني اشبع بيك يمنعني عن اني اكون شبهك حقيقي اوقع تعمل زي حسقية النهار ده ممكن يكون بين الله يوم فاصل ترتب بيتك امام الله توسي ابنائك وبناتك وتوسي انت كمان كام ابنائك وبناتك ايه هو المراث الحقيقي في المسيح لانه احنا لنا الحياة هي المسيح فقط ما فيش حاجة تانية انا ما عنديش حاجة فعليا اديها لولادي الا معرفتهم ان ابوهم هو يسوع المسيح ما فيش غيره ان اللي يشيلهم هو يسوع المسيح بصلي ده من اجلك ومن اجلك في اسم يسوع بصلي حماية على بناتنا وبصلي ان الله يلمسهم بوعي روحي حقيقي اشكر اشكركم ونلتقي بكم يوم سبتمبر 1 سبتمبر الجمعة القادمة امين